مساء الفل على كل المشاهدين او المتابعين من موليد برج الحوت لو انتم من المشاهدين فقط فيشرفنا ان انتم تطبق من الاعضاء المتفعالين معنا في القناة ده طبعا هيجي عن طريق الاشتراك وعند تفعيل الجرس كده ضمنتم ان اسباعيا هيجي لكم اشعارات من القناة بكل ما هو جديد من توقعات الفلك لموليد برج الحوت موليد برج الحوت في البطرة من يوم عشرة ليوم خمستاشر من شهر اكتوبر الفين اربعة وعشرين هنتكلم على اهم الطاقات والتحركات اللي هتبقى متوجه معاكم وايضا هنتكلم على اهم التوقعات الوارد حدوثها بشدة في خلال هذه الفترة مرة اخرى من يوم عشرة حتى يوم خمستاشر الفين اربعة وعشرين بس سريعا قبل ما نقول ايه يا توقعات دي لازم كده يا موليد برج الحوت واحدة واحدة كده نقعد مع بعض ونعرف ايه الاسباب او ايه الطاقات اللي هتبقى متوجهة معاكم وتركيزها هيبقى اي على اي مجال من مجالات الحياة من حولك يا موليد برج الحوت بس سريعا وتكلمنا عن تحركات الكواكب يعني الواحد مال من كتر ما بيتكلم عن تحركات الكواكب مع الحوت لان الحوت يعني تحركات كتيرة اوى عليها في موليد برج الحوت مبدئيا طبعا قبل ما نتكلم على التحركات اللي هتبقى لكم في الشهر ده لازم نعرف حاجة نبتن اساسا فتراجع على الحوت زحل من صاحبكم بقالوا فترة مش عايز يسكوا ما سكوا كده مضبقوا مفتاح بلوتو هيتراجع من برج الجاتي تراجع بلوتو هيتراجع من البيت الحداشر هيدخد طريق مباشر راشق في البيت الاتناشر يعني ما ناصح فيه كوكبين تقال وقفين اساسا عليكم حاليا لموليد برج الحوت وفيه كوكب راشق كده يعني سابة الحداشر ورايح كده على الاتناشر بيت مظلم بالنسبة لكم ايه ممكن الكلام ده تسمعوا من كذا قناة او كذا مثلا اصحاب قناة محترمين بيتكلم عن الموضوع ده اه التحركات ده هتبقى صعبة قوي لكن لكن ما تقلقوش يا موليد برج الحوت زي ما انا معاكم باكتر من سنتين بتكلم في الاخص من سعاد تحركات زحل انا بقولك اهو التحركات مع انها صعبة لكن تحركات تانية للكواكب مع تحركات الامر دي اللي هتبقى صفوقك جميلة جدا لذلك لو اتكلمنا وقلنا ان المشترى هيبقى متواجد في البيت الرابع معنا كده ان في حملة هيبدأ يتشال عليك من المشاكل العقلية حملة كبيرة جدا من المواقف العقلية هيبدأ ينزح من عليك ده الكلام ده من امتى بقى من يوم تسعة اكتوبر الفين اربعة وعشرين ده يبقى اول تحرك بالنسبة للمشترى طيب احنا قلنا الانتهاء بتاع تراجع بلوتو ده يبقى من يوم حداشر تسعة وتكلمنا عليه اه عفوة حداشر عشرة وتكلمنا عليه طيب نيجي بقى لاخر تحرك الشهر ده اللي هيعمل دفة كبيرة جدا بالنسبة لتواجد نبتون وزحل وتراجع بلوتو او معنى صح اتخاذ الطريق المباشر لبلوتو وهو ان تواجد عطارد في العرب عطارد في العرب ده هيبقى فعلا رومانتي الميزان اللي ممكن ما كانش حد يخد باله منه هو ده اللي هيعدل التقلبات اللي حادست معاكم من زحل وبلوتو ونبتون وكل التحركات لذلك من يوم 13 اكتوبر هيبقى فعلا بداية التقاط الصحيحة وبداية ان الحظوص تبقى في صفك ترجعتين المية المجارية وهتلاقوا موك كتيرة جدا هتسندك بالرغم الصعوبات زي ما اقول لكم فترة تحركاتك كتيرة لكن انتو قدها قدها لان انت بتصق في نفسك عارف ان انت تقدر توصل للموليد برج الحول طيب احنا تكلمنا على التقاط بواجهة عام بالنسبة للكواكد طيب نتكلم بقى على الطاقة اليومية اللي هتقابلكوا اليوم بيومه من يوم 10 ليوم 15 وده طبعا الناتج عن تحركات الامر مبدئيا الامر هيبقى متواجد في البيت 11 يعني معنى اصح الفترة هتبقى قوية جدا في الدعم الخارجي اولادي الحلال هيظهروا في الفترة دي بترقى قوية يا حوت لقى ان انت محتاجهم لان انت تعبت من ولد الحرام طبعا تعبت من ولد الحرام تكلمنا فيها كتير قوي اذا كان من مقربين من ناس انت كنت يعني فاكرهم خير ليك من اصحاب تعبت انت من ولد الحرام في الفترة دي ان شاء الله هتلاقي ولاد حلال مش مقربين عشان تبقى فاهم ولاد حلال مش مقربين طيب هنيجي بلد التحرك التاني هو تواجد الامر في البيت الـ 12 تواجد الامر بدأ في البيت الـ 12 هيولد هنا طاقة ترددية في حاجات كتير تردد خايف شايف ان انت عايز تعمل سبق في حاجة عايز تخش وحاس ان انت تقدر تعدى من الحيط وان راحت تتخاف التقلب في المشاعر ده والتقلب في العاطفة والقلق والخوف واللي انت قوي لغبطة لغبطة في المشاعر ده هيولدها الفترة دية في فترة اليومين دول يوم 12 و13 سريعا وهتتلاقى تاني الامور بدأت تزبط تاني واحدة واحدة كده هتلاقى نفسك انت ماشي في الطريق الصح وهتشوف كل حاجة حواليك صح من يوم 14 و15 من بداية نص الشهر اللي ان شاء الله هتبقى بداية خير ليكم يا موليد برج الحوت وبها بداية طبعا تواجد الامر في برج الحوت او في البيت الاول ليكم وده اللي ان شاء الله هيبدأ يعدل ضفة الميزان بالنسبة للامور الشخصية او حتى الامور النفسية بالاخص اللي انت محتاجها يا موليد برج الحوت فسريعا لو اتكلمنا على اهم توقعات الفترة الوارد حدوثها وبقوة بخلال هذه الفترة مرة اخرى من يوم 10 ليوم 15 اكتوبر 2024 محاولة غشيمة من شخص لاستغلالك او تقليل من شأنك يا برج الحوت فاكرين في فيديوهات كتيرة لما كنت بقول لكم هد اللعب دفعوا دي الفترة اللي انت لازم تاخد حقك وبقوة الهجوم المباشر في خلال الفترة في صفك ما تعديش اللي يقلل منك ده انت انضف منه لان للأسف اللي هيقلل منك ده شخص انت اساسا مصاحبه ذكا او عارفه ذكا ده ان انت عافل انت انضف منه مراحل فتخيل الشخص اللي انت اساسا بدخله في حياتك ذكا يغلط فيك هنا وقفة هنا وقفة يا موليد برج الحوت لذلك هاجم انا بل هلقه هاجم ويحوت طيب خطة او خطوة كانت على وشك النسيان سيتم فتح الباب للخوض فيها من جديد تاني خطة او خطوة كانت على وشك النسيان يعني شي كنت انت عايز تعمله او دخل فيه بسبب ان المواضيع مثلا زادت طولت بدأت اتنفض له الباب هيتفتح تاني من جديد يحوت الباب هيتفتح تاني وتوكل على الله توقع على الله لان هيبقى في صفح الباب تاني طالما اتفتح هيبقى ورا خير لذلك توقع على الله يحوت طيب في تغيرات كبيرة سوف تحدث في العمل من ناحيتك تغيرات العمل المرادة او التقلبات اللي هتحدث في العمل مش انت اللي هتستنها زي كل مر لا التغيرات هتجي من ناحيتك ليه لقيل انت غيرات العمل اللي انت تدخل عليها دي هتبص الحاجات مهمة جدا ما كانتش في بالك قبل كده نهائي وهي نفسك هتبص الاولوية لنفسك يحوت لذلك تغيرات العمل هتبقى اساسيها اللي انت تبصص لنفسك اولوياتك اذا كان راحتك اذا كان اجازاتك اذا كان فلوسك حق هتبدأ تبص لكل حاجة لنفسك الاول بعد تبص للشغل لان انت تعيرت من كتر من انت بتوريرهم شغلك بتقدر تعامله فانت في الفترة دي مش هتبص لنفسك هتشوف ايه اولوياتك هتحطها قبل اي حد بيستغل تعبك هو اللي بيستغل في خلال الفترة وارد جدا عقد صفقة او مقابلات واتفاقات عقد صفقة او مهمات او اتفاقات هتبقى مهمة جدا او خاصة بالاخص اذا كان ببيع وشراء عقارات استثمارات مشاريع جديدة وارد جدا في خلال الفترة دي هيبفي مقابل او اجتماع او عقد صفقة في خلال هذه الفترة غالبا هتبقى صفقة جميلة جدا ممكن عند البعض هيبقى تخيير جزري لحياتهم من خلال هذه الصفقة طيب هتبقى في حالك وهيجي لك غدر من مكرمين لكن هيبقى قدامك صغيرين اوي 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 وانت قاعد ساكت ما بتتكلمش هم هيبقى عارفين هم قد ايه هم مصغيرين جنبك لان الغدرية دي جات وحشة الغدرية دي كانت صعبة بمرة دي لكن انت مش هتزعل لان انت نوعا ما مش مستغربها منهم يعني انت مش هتستغرب ان الغدرية تتجي من الناس دي بالرغم اللي انت ما عدت لهمش حالي خلط بالعكس انت بتعملهم كل خير لكن عقبهم اللي انت بس اللي هم يعودوا قدامك هم حاجبهم صغير اوي ده اكبر عقبها تدعو لهم لان الناس دي هتبقى انت مكنش يتعقف يومان من يجي قدامك ويبقى منظرهم هتكلم لأ ده هم هيعودوا يقولك يعني يا رب الارض تتشق وتبلع الموقف ده هيحصل يا مولد برج الحوت ابواب جديدة سيتم فتحها وسيتم دفعك بقوة لتعبر هذه الابواب لا تسبح ضد الطيار يا حوت وصد في رياح القمر ما تسبحش ضد الطيار الابواب اللي هتتفتح ارمي نفسك ديها غالبا هتبقى خير القطرة دي زي ما انا قلت لك قبل كده فيديوهات سابقة خلي بالكو اعملوا اعملوا حسابكو بلاش في الفترة دي لازم تدوس ادخل في كل شي قدامك ما تقولش لأ اوه هتقول لأ على اي حاجة قدامك يا حوت طالما في باب شايف انه ممكن يبدال في الخير ادخل فيه ادخل فيه وبقلبي جامد وبصيقة انك هتوصل برغم ازعقوبات بتاعت التحركات بالبلد يا مريد برج الحوت طالما كل حاجة عليكو هتخسر ايه؟ طالما كل حاجة عليكو هتخسر ايه من المجاسفة؟ لما الدنيا كلها تيجي عليك يبقى حاجة من الاتنين يا حوت يا تسخو عليك فتح السدر يا تفضل مستخبي وتخليها تيجي عليك لغاية ما تضغطك وتنوتك لأ ادخل بقلبي جامد اكشف سدرك وادخل من غير وكل الرصاص حتى انت اللي هتكسب انت اللي هتكسب يا حوت لكن ما توقفش اي هجوم طالما في ايدك اني تهاجم ما تفلقش الفرصة فيا مريد برج الحوت ان شاء الله باذن الله تعالى التقاط خير مهما كانت الصعوبات مهما كان كل الناس يقولك تراجع التحركات صعبة اه التحركات هتبقى صعبة لكن بايدك انت لان انت فيه معاك حاجة مش موجودة في اي برج تاني يا حوت اللي انت مصدق نفسك كويس قوي وانت عشان مصدق نفسك دي اكتر حاجة ممكن تقلب النار لرماط الثقة في النفس وانك مصدق انك تقدر دي تقلب النار لرماط فيا مورد برج الحوت ان شاء الله هيبقى يسبوع خير ليكم وان شاء الله هتبقى فترة خير ونهاية سنة سعيدة عليكم برغم الحاق دي هتبقى سعيدة عليكم وبكده هيبقى وصلنا حلقة النهاردة اتمنى اتنال اعجاب حضراتكم وما تنسوش لو حلقة النهاردة عجابتكم ومحتوى كان اعجاب حضراتكم الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكرا ومع السلام شكرا شكرا شكرا